اشتركوا في القناة فرمان من محمد ناصر عباس في منطهر روعة وانطلاقة حلوة جدا جدا من عزة عد عزة فات عزة وادي بقى هنا العرقال اه خد رجله بالرجليه هيلعب ركلة الجزقاد اللعب اه هنا بانت قوي بانت قوي بانت قوي الكابتن والقابتن ياسر زحلق ومواجهة لا تقبل القسمة على اثنين مع اسلام احمد ياسر زحلق واسلام احمد ياسر 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 يسجل ياسر يسجل ياسر اول اهداف اللقاء في المباراة وتاني اهدافه في الطلط الدوري عنده هدف في مرمى القناة زي ما قلت لحضراتكو في الاسبوع اللي فات برضو من ركل الجزاء وده الهدف التاني اللي بيجيبه من ركل الجزاء واخصائي ركلات الجزاء في نادي هو هدف نادي المصرية للصلاة بيغيب النهاردة للاصابة تلت اسابيع يغيب عبد الرحمن فؤاد من الاسبوع اللي فات بقيله حوالي اسبوعين يرجع بالسلام ان شاء الله اه ادي محاولة حيلو المصرية للصلاة جوا المنطقة في منطقة الخطورة يا راجل يا راجل علي بهيج علي بهيج ده كلام يا راجل تاز لعب علي بهيج ادي علي يا سلام يا علي لعب منتخل ادي امامية طويلة لنادي المصرية للصلاة ودي علي بهيج علي بهيج لمست يد يا علي تعال يا علي تعال تعال يا علي جاد في ايده ياسر زحلو تعبكوا يسقوي ياسر زحلو الحية اللي لسه جايب ركلة الجزاء بينية معدية اه لو معد عد ده ممكن 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 عرضية يا راجل حد ينفخ فيها يا راجل حد ينفخ فيها سعد جمال عمل هدية مجانية لسه لسه فيها كلام عرضية تاني وضربة الراس دفاعية طلع على طول دفاع نادي المصرية للتصلاة ودي تصويبه يا ولد حلوة تصويبه يا ابو بكر ابو بكر فوز اللاعب القادم من نادي سرسل راح هنا وجيه هنا زي حسام عبدالعال بدأ مع راية ودلوقتي مع نادي غز المحل عرضية خطيرة وضربة الراس يا سلام قلتلكو علي بهيج ده لاعب مميز جدا دي وعدم اللاعب ادي اسلام صلاح اللاعب اللي جاي هنا سبحان الله بقى يعني ادي عالم الاحتراف هتتلعب باليمين ادي العرضية جوه المنطقة يطلع حرس المحل سهلة 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 ما فيهاش حاج امامية طويلة مروان احمد طويلة لمسة من بهيج لزحلق حلوة في الجنب اليمين حافظ 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 المكان انطلاقها من بهاء بهاء عملها بالسنس عرضية ارضية هدف صديق هدف صديق هدف صديق صلاح لالا مش ممكن مش ممكن صلاح لالا بيحرز هدف صديق في مرمى حارس مرمى اسلام احمد ومرمى هم غم ادي بقى اللعب الركز بقى مرة تانية ودي بهاء ودي العرضية مصبوط مصبوط ادي فهد 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 بين ايه يا راجل يا فهد يا فهد ركز يا فهد ودي تصويبه مرة تانية ولكن التشتيت موجود يجيبها نادي المصري للصلاة زوحلو لكن يجيبها بتروي القصيوت مرة تانية ادي اللامة الحلوة حلوة العرضية لكن فين يا سماع يبعد عن منطقة الخطورة ادي تتعلق الكرة حلوة تعمل خطورة جوه منطقة الجزاء ودي بقى التمريره من لعب محمود مقلد مقلد عرضية جوه المنطقة ضربة الرأس زفاعية توصل تاني ناحية المين وادة العرضية تاني خطيرة الكرة خطيرة الكرة لسه فيها كلام يا راجل يا راجل مقلد كان عنده فرص التسجيل ولكن حاب يعملها شو ما تغيرش فيهم اي حاجة من بداية المباراة تحضير لبترول القصيوت قلتلكوا قرب شوية بترول القصيوت ادي محاولة المرور يا راجل يا راجل يا راجل يا راجل بعيدة جدا بعيدة جدا البترول القصيوت وادي امامية حلوة جوة منطقة الجزاء استلام تفرق يا مقلد مقلد عرضية ادي فهد الاستلام عايز يدور على زاوية يتلم منها ولكن اتلموا عليه اتلموا عليه شوف هنا بقى زاوية رؤية محمد نصر عباس هاي شوف حضراتكم بدأوا يمسكوا كورة يعني هنا مدير فني جايد شايف صاحي وفايق وعارف انه بيحصل ما عندهش مشكلة ابدا ان هو يعترف انه كان يجيب بنادي بترول قصيوت في نص الملعب ادي التمرير من ابو بكر فوزي تغيير ملعب علامي حلوة قوي استلام من عرفة يلا يا عرفة واحد ضد واحد هيعمل ايه عمل عرضية اه لو معدية مش معدية يشت الدفاع نادي ويه ومعه تنطلق صفارة حكم اللقاء محمد نصر عباس تعلن نادي احداث الشوط الاول تقدم المصرير الاتصالات على بترول اسيوت بهدفين مقابل لا شيء لنادي المصرير الاتصالات ملاحظة مهمة نخلي بالنا منها ان حارس مرمى المصرير الاتصالات لاحظ محمد نصر عباس ان هو كان لابس تي شيرت ريب من تي شيرت بترول اسيوت في احمل احتكاكات وتعمل حساسيات ممكن تكون موجود ادي تدخل موجود وهدي بقى قطع الكرة بشكل رائع جدا لعب نادي المصرير الاتصالات سيفشيكا ناحية الشمال توصل الاسلام صلاح كان من اول واحدة اسلام ادي العرضية الارضية معدية في منطقة الخطورة يا باقيق يا راجل يا راجل صلاة التلاك سيطرة استحواز هدفين كمان لكن الشوط التاني شكله كده شكلين حاجة مختلفة وهذا العرضية يا ولد يا ولد يا ولد حلوة العرضية وحلوة محمود شكري لا يوفق بس شوف رايحة فيه رايحة 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 لكن محمود شكري بعد المنطقة بتلت اربع عرضات يمين شمال قدام بس ما تروحش بقى تنزل نص الملعب عشان تستلم عشان يقولوا عليك ده مهاجم متحرك لا لا الخطورة الاكبر هذا العرضية جوه المنطقة ودي فهدي بيلمس يا ولد خطيرة كورة تعمل خطيرة 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 اوه هدف اول هدف اول عملها عملها سعد جمال هدف في منتهى الجمال لكن شوف المشاركة من فهدي جمعة شوف هنا بقى الضغط من فهدي جمعة عملها في المكان الفاضي وعشان يستغلها سعد جمال ويجيب هدف اول لنادي بترول اسيوت من صدفة والعرضية مش صدفة ده قصدها ده قصدها والرأسية الدفاعية هنا بقى فهدي جمعة ضربة الرأس اللي عملت المشكلة اللي عملت الفارق اللي عملت الحكاية كلها لكن شوف التسديدة والتمريرة البينية السحرية اللي عملها سعد جمال في منتهى الجمال عدت من تحت حارس المرمى ومن تحت المدافع قاد اللعبة وقاد التمريرة بالرجل الشمال ويا سلام نادي بترول اسيوت لكن مجابش ولا هدف هدا العرضية الركنية ولكن حارس المر ما يطلع بالخطأ لسه فيها كلام فيها كلام فيها كلام خلاص خلص الكلام بهدف تمام التمام خلص الكلام بهدف تمام التمام واستدها سمكة استدها سمكة محمود سمكة من غير سنارة يسجل هدف تاني لنادي بترول اسيوت عشان تبقى النتيجة اثنين اثنين يا لها من مباراة يا لها من مباراة وأول هدف يجيبه سمكة مع بداية الموسم من بداية الموسم بيسجل سمكة الهدف التاني لنادي بترول أسيوت من متابعة الكورة ادهاله كانت هضيع وكان يطلعها الدفاع شوفوا اللعبة تانية الأولى طلع بالخطأ التانية ضربت الراس لو سبها حارس المرمى كان هيطلعها المدافع أحسن من كده بكتير لكن شكري ياريته محطي إيده في الكورة حطها هدية مجنية وعملها أسيست لمحمود سمكة لاعب نادي بترول أسيوت أدي سمكة يا ولد يا سمكة يا ولد يا سمكة المصري للاتصالات وانا بقى أخذها من قدام فهدي جمعة يا رجل دازمينك يا صدفة يا صدفة توصل مرة تانية ناحية الشمال واد العرضية جوه المنطقة بالبوكس حارس المرمى شكري يطلع الكورة ويبعد الخطورة مباراة شوت أول التصالات وشوت تاني الخطيرة في مطال الخطورة مطال الخطورة بمطال الخطورة حكم اللقاء قال إيه؟ قال ما فيهاش حاجة هادي بوسكة اتعاملت العرضية من ناحية تاني هادي العرضية من إسلام صلاح وهادي حارس المرمى بالبوكس خاطئ لا ما فيهاش حاجة ما فيهاش حاجة وهادي رجلة متقدمة على النجوم في ملعبه واحد صف هلا نشوف تبديل جديد وهادي عرضية جوه المنطقة سهلة 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 تعدي من قدام رجل محمد بهاء حصل عليها جدل الحارس بالبوكس على طول هادي هنا في الفل وهو لعب الارتكاز الأساسي زي ما قلت لحضراتكم بقى بيلعب 4-1-4-1 وهادي عزة ناحية اليمين هتخد عزة مرة تاني عزة يا ولد العيب يعملها بينيا مروان مروان عرضية بطال خطورة يا راجل يا راجل زحلق مرة تاني على حدود منطقة الجزاء ممكن العرضية لا دي بقى بتأخرة شوية للطلاقة وهادي الأوفرلاب والعرضية تاني من ناحية الشمال التغطية العكسية يا سلام يا سلام بك شمال اسلام مقفول عليه يدور على حتة تانية أدي علي وزة يعدى الكرة حلوة جوه منطقة الجزاء ضربة الراس ممكن ممكن شكلها كانت رايحة هدف شكلها كانت رايحة هدف مش ممكن اللعبة هنشوف بقى فكر كابتن جمعة مشهور هيعمل ايه؟ أدي العرضية جوه المنطقة منطقة الخطورة بهاء بهاء على الكرة أدي اللمسة الحلوة وتصويبة يا ولد يا ولد يا ولد حلو الكلام يا سلام عليك يا زحلو يا سلام عليك شوف اللعبة الحلوة وشوف التريحة من بوسكة شوف التريحة من بوسكة يا سلام على التريحة ويا سلام على التصدي الرأي لعب رقم 27 أدي العرضية تاني جوه المنطقة منطقة الخطورة ودي تصويبة يا راجل يا راجل علي بهيج مش ممكن مش ممكن علي بهيج يعني كان بالإمكان أفضل كتير أدي اللعبة وأدي العرضية وقادي التشتيت على طول والتزديد يا سلام عندي احساس انه ممكن يجيب هدف قادي على طول محاولات هاجمة مرتدة سريعة عدى فات انطلق عرضية ارضية اه لو معدية لكن مش معدية طلع وشاتة على طول دفاعنا دي المصرية للتصلاة توصل الكرة راح يتتقل ودي مروان مروان شهيد يعلق كرة منطق الخطورة لكن يا سلام يا سلام يا سلام يطلع اسلام اسلام هيعمل امامية طويلة ودي بقى طويلة حلوة في مساحة المرتدات الخطيرة لنادي بيترول أسيود خطيرة كرة خطيرة كرة قادي الانفراد وادي الهدف اللي قلت لكم عليه قلت لكم في هدف جاي في هدف جاي حسن احمل الاحتفالات شوف شوف حسن شوف عدى فات شوف الكعبلة شوف البينية شوف التزديدة زحفة ارضية من تحت رجل حارس المرمى قادي اللعبة شوف السرعات شوف الكنترول عالكورة يا ولد يا ولد وبالشمالة يا سلام يا سلام هو ده الكلام راية وصفارة ودربة حرة غير مباشرة ينجح حسن أحمد في تسجيل والله حاجة جميل شهين يعلق الكورة جوال منطقة محاولاتي الأخيرة للمصرية للتصلاة دربة الراس يطلع على طول دفاع نادي بيترول أسيوت خطيرة الكورة خطيرة الكورة والتصديد تصل الكورة على طول نادي بيترول أسيوت توصل الكورة شهين يلعبها طويلة مروان مروان يلعبها طويلة جوال 18 لم يتضربة الراس في منطقة الخطورة لكن يطلع مركز احمد الydفاع بيترول أسيوت المرتدات السريعة لبترول أسيوت هجمة مرتدة سريعة هيعملوها ازاي هنشوفه انتابع هاتى انطلاقة في الجنب الشمال توصل الكورة عند حسن أحمد بينية في منطقة الخطورة مش ممكن يا حسن أعالي صبح مش ممكن يا عالي صبح تتعلق الكورة جوال منطقة منطقة الخطورة حارس المرمة أخطاء الحراس اخطاء الحراس لم يعاقب لم يعاقب عليها خطأ الحارس لم يعاقب المصرية الالتصالات وكانت الآن إلى تقدم 3-2 مليون مبروك لنادي بيترول أسيوت الفوز على نادي المصرية الالتصالات بتلت أهداف مقابل هاتفين وهارد لك للمصرية الالتصالات ساعدت باللقاء مع حضرتكم المعلق الرياضي رامي بهجة إلى اللقاء في الكبار فإلى هناك اشتركوا في القناة